لم يذكر التاريخ أن الولايات المتحدة سعت يوما لمصالح غيرها فقد كانت مصالحها الخاصة ولا تزال منذ تأسيسها على رأس أولوياتها الولايات المتحدة جل اهتماماتها في العراق هو ما يخصها في هذه الدولة من مبعوثين وعسكريين والأحداث الجرية والاضطرابات والتظاهرات التي اشتاحت محافظات العراق وراح ضحيتها الكثير من المواطنين العراقيين هي بعيدة اليوم عن اهتماماتها التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مصالحها في العراق تبرهن صحة ذلك فقد تناست ما يجري في العراق من أحداث ميدانية وسياسية وذهبت باتجاه ما يخصها في هذا البلد محذرة من شن أي هجوم من قبل وكلاء إيران في العراق وهم الميليشيات يؤدي لإصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بالمنشآت الأمريكية مهددة هؤلاء بأن ردها سيكون سريعا وحاسما وقد عكس اتهام البيت الأبيض إيران بعدم منعها الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد الكثير من الزواجية معاييرها فهي تدعي محاربة توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وفي الوقت نفسه تطلب من إيران التي يفترض أنها العدو اللدود لها في الوقت الحالي حماية ما تملكه في العراق كما تدعي رفضها لأياد إيران في العراق وهي الميليشيات وتتحدث في الوقت ذاته عن مسؤولية هذه الميليشيات في حماية وجودها وما يخصها في العراق من مرافق وأشخاص خلاصة القول واهم من يظن أن دولة كالولايات المتحدة الأمريكية من الممكن لها التخلي عن بعض مصالحها احتراما لمبدأ أو قيمة إنسانية فالسياسة الأمريكية على وجه الخصوص سياسة نفعية لا تعرف غير لغة المصالح والمكاسب فلا مكان بين مبادئ وقيم الدولة الأمريكية لمبدأ يعارض مصالحها أو قيمة لا تنسجم مع المزاج الأمريكي العام